بصوا بقى يعني انا عايز ايلون ماسك ييجي باي شكل بقى مش ظهر اظن كلنا عارفين موضوع التويتر اللي عملها ايلون ماسك وبيتكلم على معابد دندرة وخلي بالك ايلون ماسك ده ابو الروحي مين احنا كلنا مشوفناهوش تقريبا في اجيالنا نيكولاتيسلا العالم الشهير جد العالم مغبون الحق وييجي ايلون ماسك الحقيقة لما يأسس الشركة بتاعته ويسميها على اسم الراجل ده في محاولة لانه يعيد له جزء من حقه او من حقه الادبي الراجل ده عبقاري انتاج الطاقة في العالم تحديدا طاقة الكهرباء والراجل ده طبقا للاوراق القليلة المتبقية من ابحاثه اللي وارد انها تكون سرقة وارد انها تكون شوهت يعني وارد انها تكون طمسة ايا ان كان سبنا من كل الكلام ده هو الراجل نفسه بيقول انه استلهم ابحاثه وبرج تسلا من الاهرامات والمثالات البعض يحب هذه النظرية البعض لا يحب هذه النظرية مش ده موضوعي يعني دلوقتي مش قصتي هي يطرع عمر الحضارة المصرية خمستاشر الف سنة ولا سبع تلاف ولا تمن تلاف مش دي القصة ممكن نبقى نقشها بعدين هي القصة تحديدا فيه انبهار تسلا بهذه الحضارة اه انبهار تسلا بهذه الحضارة وبمنجزها العلمي فيأتي عالم صغير الموسك مش رجل اعمال بالمناسبة الموسك ده عبقري فز ده اللي اخترع اول طريق الدفع الالكتروني على الانترنت منها عمل سروته كان عنده 19 سنة يعني مهم واصلا من جنوب افريقيا وبعدك اتعلم في كندا ليه حدوتها الموسك ده حدوتها فهذا العالم رجل الاعمال العبقاري اللي ابوه الروحي نيكولا تسلا هو كمان عنده نفس ذات الانبهار بهذه الحضارة وبمنجزها الضخم ولما علق على معابد دندرة بالتحديد لازم تبقى فاهم انه احنا عندنا لغز من الالغاز الكبرى هي انارة دندرة يعني عندنا كده وسيلة للانارة مشهورة مكتوبة مرسومة في المعابد عندنا لها وصف كامل لكيفية توليد الطاقة والنور في دندرة من ايام قدماء المصريين مش من البترول ولا من الغاز ولا من زيوت خالص يعني كهربا برضو ينكرها من يريد يقرها من يريد مش قصتي بس خد بالك هو اصلا الون موسك بيقول ايه من وراء التويت هو انا اظن ده تفسير المتوضع هذا الرجل يقولك الكهربا خرجت من هنا من هذا البلد اسمه مصر هل القصة في ان احنا نقول مثلا او نحلم يا سال عايزين ايلون موسكي لا او احنا عايزين ايلون موسكي يجي ده طبعا لكن هو انتم وتصور ان احنا نبقى عايزين ويجي عشان يجي يتفسح ويعمل رواج سياحي المصر لا ده احنا نبقى طيبين قوي طيبين زادة عن اللزوم طيبين بقدر ما نكونش بيعيش انا عايز ايلون موسك يجي يتفسح وينبسط والترويج السياحي وكل الكلام الجميل ده بس بالمناسبة كل ده حاجة بلاش كده انا نفسي امل حياتي ايلون موسك يجي يعمل هنا مصنع هتيجي تقولي مصنع عربيات اقولك وارد طيب مصنع بطاريات كهرباء وارد مصنع مكونات لبطاريات الكهرباء وارد كل ده وارد ده بقى اللي انا عايزه يعني انا لو من الحكومة ابدأ اعمل اتصالاتي بالراجل فورا اتصالات مباشرة احنا عزمينك دندرق عايزة شوف دندرق تعال افرجك على دندرق تعال اعمل لك جولة جوه الهرم تعال افرجك على كل مواقع المثالات المصرية الحاجة اللي هو مهتم بيها اللي هو بيحبها تعال افرجك على البنية بتاعتي اللي انا عملتها علشان اعمل مصانع للهيدروجين الاخضر والامونيا الخضرة يا كابتن موسك تعال اخدك افرجك على المفاعل الجديد بتاعي اللي انا ببنيه في الضبعة تعال افرجك على الخريطة الاستثمارية بتاعتي وانا شايف توليد الكهرباء في مصر مستقبله ايه ولو سمحت عليك ان تدلي بدلوك تعال اخدك على بنبان ناديم سأل الله العظيم اخويا وشقي انت لو توقامي يا ناديم ما تعمل كده ده نبو لا اقلي بنبان بالزبط تعال افرجك على بنبان وفرجك على واحد من اكبر حقول الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء واحد من اكبرها في العالم طيب يا عم موسك ده والله احنا فيه عندنا تصورات لانتاج الليثيوم في مصر مثلا يعني لو احنا عندنا فرصة لانتاج الليثيوم مثلا افرض عندنا فرصة فيه ترى هل ترى ايه رأيك تعمل هنا مصنع لبطاريات الليثيوم ايون والليثيوم فوسفيت علشان العربيات بقولك ايه تعال نفرجك على المجمع بتاعنا اللي في كفر الشيخ بتاع الرملة السودة ده اللي انا عايز ايلون موسك ييجي عليه هنيجي ونتفسح ونروج سياحيا حلو جميل ما بقولش لأ رائع جميل صد تصور قد كده قد كده ايلون موسك ييجي ويعمل الجولة السحية وروح وبناء على قدوم ايلون موسك الى المناطق الاثرية المصرية هنعمل حملة تروجية جميلة ولطيفة ونجيب من وراها كم مليون دولار مليون اتنين عشرة ميت مليون ده اللي هجيبه يعني ما عايز مصنع بمليار مليار ونص دولار يتعمل في مصر استثمارات ده انا واثق ان الحكومة قادرة على انها تصيغ هذه الرؤية بشكل احترافي انا واثق واثق ان مصر عندها التصور ده انا بعبر عن نفس انا كمواطن بقولك حلمي حاجة زي كده اي استثمار هيتعمل في اي دولة اول حاجة بيسأل عليها ايه لا مش اللي انت بتقول عليه ده خالص بيسأل على هو فيه بنية اساسية في البلد دي عندوكو طاقة كفاية ان احنا نعمل المصانع بتاعتنا عندوكو طرق كفاية عندوكو مواني كفاية عندوكو مطارات كفاية عندوكو مواني جفة عندوكو خدمات لوجستية ده اول سؤال اتنين بنيتك التشريعية تسمح ليا بتأسيس هنا مصنع من غير ما يبقى فيه علي اي مخاطر يا ترى مستقر سياسيا بس خلاص تيجي تقولي هيسأل على سعر العملة غلط ده كل ما سعر العملة انخفض كل ما المستسمى الاجنبي مبسوط نسبة وتناسب ده منتقى البساطة طيب كل العوامل اللي انا قلتها دي موجودة في مصر اه عندي طاقة طبعا طرق ومواني طبعا مواني جفة طبعا مطارات طبعا بنية الشرعية طبعا آلية مصرفية طبعا ده اللي الاستثمار عايزه ايد عاملة مدربة موجود مهندسين وعقول وإدارجية موجود بمناسبة الطاقة عايزين نتفرج مع بعض على طاق النبي اتفقوا مع عائل الموسك على الزيارة الاقتصادية زيارة السياحة تمام انا مستعد اجيبه على حسابي مش دي قصة بس مش دي الازمة بقا انا عايز اللفة لفة الاقتصاد الفسحة الله يعقل هنلم من بعضنا مزعيم مصر ونعمله زيارة ما قولكش ويقعد في احلى قتلات وياكل في احلى مطاعم وهنلففه على البزارات على حسابنا مش دي قصة خالص خالي بقى لما نعزم اكبر ملياردير في العالم يا نهر يا نهر ده يبقى فيه المهم هي الزيارة الاقتصادية زيارة لستثمار اشتركوا في القناة